سوف نبدأ أول حصة أو أول ستشن مع بعض في الجزء الخاص بالأي الانتربرايز اديشن خذ بالك من شيء مهم الجزء بتاع الاستي اي يؤهلك لك تعمل دسكتوب أبليكيشن كلمة أبليكيشن معناها برنامج الابليكيشن معناها برنامج البرنامج بيبقى ثلاث انواع اول نوع بيقول عليه دسكتوب أبليكيشن يعني ايه دسكتوب أبليكيشن برنامج برنامج يستطب على كل جهاز يستطب على كل جهاز ارجع معاها بالذاكرة للس اي يجب ان المشروع بتاع الس اي لما يجمعه في الاخر بيبقى عبارة عن جار فايل لو فتحت النيت بينز وفتحت النيت بينز اهو ووقت على اي مشروع في ال ايه في ال ايه في ال اس ايي اهو وامت عامل كلين اند بيلد كلين اند بيلد كده انت بتعمل ايه بتجمع الكلاسيز اللي انت عملتها دا بتجمع الكلاسيز ديا في ايه في فايل واحد حاجة كده عاملة زي ال .NET في ال AXE في ال .NET لو رفت على مسار المشروع بتاعك اهو هتلاقيه في اين هو ايلك ايلك هوا هتلاقيه في فولدر اسمه اهو دا مشروع الاسمي انت تجمعه في ما ايه في فايل واحد اهو بيتجمع في حاجة اسمها ايه جار فايل بيتجمع في حاجة اسمها ايه جار فايل جافا اركايف جافا اركايف دا بيحتوي على جميع الكلاسيز جميع الكلاسيز اللي في المشروع بتاعك لو جيت نفتحه open with ممكن يتفتح من winrare بيستجد انتوالج ايه ايه وصلت الفكرة حلو فببقى المشروع بتاعك عبارة عن ايه في الاخر تاخده بقى كوبي وتروح تحطه بقى على الفلاشة وتلف بقى لو العميل عنده مثلا اربعين جهاز اه اقعد بقى لفه على اربعين جهاز صح انا لا طيب افرد حتيت البرنامج ايوة وبعد ما حتيت البرنامج اللي حصل لا ولاه احنا عايزين مثلا الخلفية shrink ؛ واغلا لم هي زركة لا ولاها احنا عايزينها اي لهولوب تخرج تغين celebrate وتعدل و backseed ما زال cuz عدد Lingint والماسافات بتبقى مشكلة صح طب خط ا başka انفرج مثلا بعد ما سطبت البرنامج قال لك ليه الحق الجهاز الفلاني سقط ويندوز فطبعا لو عاند الاجهزة كتير والكلام دول بيبقى الموضوع صعب جدا طيب بنعمل ايه بقى ركز بقى معايا بنلجأ لحاجة اسمها ويب ابليكيشن بنلجأ حاجة اسمها ايه ويب ابليكيشن اللي هو ابليكيشن في ميزة مهمة اوي زي فيسبوك مثلا فيسبوك اللي بيحصل بصتنا معايا الراجل الراجل بتاع الفيسبوك راح على جهاز جهاز واحد بس وحط البرنامج مرة واحد على جهاز بيقول عليه ايه سيرفر حطوا كم مرة مرة واحد على الجهاز اللي اسمه ايه سيرفر واي كلاينت عايز يفتح البرنامج بيفتح حاجة اسمها ايهه البروزر يقوم يكتب الاي بي بتاع السيرفر يعني اتنا لما بتكتب www.facebook اللي بتتحول في الاخر بتبقى اي بي يقوم رايح مكلم السيرفر يقوم البرنامج بقدرة قادر يفتح على مين على البروزر طب افرض في واحد كمان هو انت دس اللي بتتكلم مع الفيسبوك ام تلاقي له الا الله كله صحة لا لا اه يبقى هو كمان يتكلم مع السيرفر يقوم البرنامج يفتح عنده طيب ايه المزايا كل العيوب اللي في الويب اللي في الديسكوب ابليكيشن هنا مزايا طب ايه لو عادت client مجد client افرض مليون مجد client ولا فيفرق مع المبرمج حاجه ليه لان البرنامج بتاعه هنا واي حد يفتح البرنامج بيفتح البروزر طيب افرض مثلا جهازك جهاز العميل ده سقط ويندوز وام المشكلة صح ادلاء انت تقول لي لحد تعالى سطاقني الفيسبوك تالك ما ينفعش لان ببساطة البرنامج مش عدك البرنامج موجود على ايه هه عسره، صح، لا، طب لو عمل تعديل، يعني ما تعديل؟ يعني لو مثلا الفيسبوك يقرر ان يغير شكل الفيسبوك هجل سأزينك، لا طبع، هيعمل التعديلات عنده، انت تخش تلاقي التعديلات صح؟ يعني العملية سهلة، لماذا؟ لأنه حالة البرنامج في مكان واحد ويتحكم هنا وصلت للفكرة هو الوب املكيشن ونحن نتعلمه مع بعض في الجزء من الـ EE الذي تعمل الوب املكيشن، تعمل البرنامج هذا البرنامج يستطيع التخاطب مع البروزر اقول ثاني، ان انت تعمل برنامج هذا البرنامج يستطيع التخاطب مع الـ EE مع البروزر، البرنامج طبعا هنعمله بلغة الـ Java واحد يقول لي ايه؟ يقول لي هو ممكن اعمله بأي لغة تانية في الـ PHP في الـ ESP وهقولك ايه الفرق بينهم ان شاء الله في القرص من خلال الفيديوهات اللي جاية بإذن الله بسانا برنامجي هنعمله بالـ Java يوم واحد يقول لي ايه؟ لا خلاص بقى لأنا المفروض بقى نبدأ دلوقتي نتعلم ازاي نعمل الجزء ده؟ ده شغلتي صح؟ لكن احنا عزنا نبدأ بداية مختلفة ازاي؟ انا عزنا نتعلم البروزر ده؟ لازم نبدأ من هنا يا اخوانا ليه؟ هسألك سؤال هو الفيسبوك يسوي حاجة من غير البروزر أبدا؟ ليه؟ لان ببساطة جديدة جدا الفيسبوك يفتح البروزر صح؟ لا، طب افرد البراوزر دول؟ الحاجة اللي جاء له هو مش فهمها هيعرضها لديوزر؟ أبدا يبقى الحاجة اللي انت عملها بالله وتشرط ايه؟ ميت صح كده؟ لا، يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ الاول اعرف بس معلومات بسيطة عن ايه؟ عن البراوزر عشان لما جاء معات له حاجة بالجازة هو يفهمها صح كده؟ فعشان كده هنبدأ من ايه؟ من البراوزر بلا معايا البراوزر باش موضفين مبيفهمش في حياته الا لغة التشي تي امي ال لو بعتلو اي حاجة غير التشي تي امي ال هيقولك انا مش فهمها واحد يقولي ايه؟ 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 انت مش لسه يقولي دلوقات اللي احنا نعملها بالجافة يبقى ازايا بعتلو التشي تي امي ال هي الجافة هتتحول تبقى التشي تي امي ال هرد عليك وقولك ارجوك اسبر شوية على الحتة دي هتشوف الكلام ده بعينك بيحصل ازاي هتشوف ازاي الهتش تي ام ايل هتطلع من الجافة يروح هنا بعينك بعينك هتشوف وصلت الفكرة فعلشان بس خطري ايه اجلي السؤال ده شوية لكن القاعدة ايه بقاعدة يا اخواننا في الويب ايه القاعدة اول قاعدة نعرفها مع بعض اني لازم الحاجة اللي تروح للبراوزر تبع عبارة عن ايه هه اتش تي ام ايل طب افرط حاجة ثانية ااسف مش هيفهمها وصلت طيب يبقى لازم اعرف ازاي يعمل صفحة ايه اتش تي ام ايل انا مش هتعلم كل الاتش تي ام ايل انا فيه اساسيات لازم تبقى انت ايه عارفها لازم وصلت الفكرة طيب تعال شوف مع بعض الاساسيات دي ازاي يعمل صفحة اتش تي ام ايل بص جده click email new نعمل ايه تيكست هتسميه ايه first page اهو اوامر html ما بيقولوش عليها اوامر امال هذه اللغة هذه اللغة بتتعمل ازاي من خلال اوامر اسمها tags يبقى اوامر html ما هياش اوامر امال بيقولو عليها tags التاج بيبقى شكل عامل كده قص كده وقص كده وهنا اسم التاج بتاعه اهو التاج ده بقى التاج ده لما البراوزر بيشوفو بيعرف اللي هو هينفز حاجة معينة بمعنى مستنا معينة لما اجفتح مثلا الفيسبوك مثلا اهو اهو ادي الفيسبوك يعاني شباب اهو فتح اهو طيب يبقى كده البراوزر وراح يتكلم مع الفيسبوك السيرفر بتاع الفيسبوك بعاتله ايه كليك يمين عليه قوله view page source قاد البراوزر اهو وده الكود اللي جاي من السيرفر شايف html اوه وصلت الفكرة اهو يبقى كده فعلا فعلا احنا بيتكلم فيه حصل ايه البراوزر وراح يتكلم مع السيرفر بعاتله كود html الكود ده مين اللي اراها؟ البراوزر البراوزر ارا هذا الكود عرض لك هذا الشكل العملية ده يقول عليها ايه؟ عملية render يقول عليها عملية render اهو يبقى البراوزر بيعمل حاجة اسمها ايه؟ render وصلت للم؟ render لمين؟ لل html html الاختصار hypertext markup language hypertext markup language وصلت؟ طيب بيعمل لها render ايوه render معناه يبقى يقرى التاجات بتاعة html هي رتاجات بتاعة html ويحولها ايه؟ للشكل المناسب لها وصلت؟ طيب انتاجات ده نوعان فيه basic فيه تاجات رئيسية وفيه content يعني ايه basic؟ basic يعني انتاجات لازم تبقى موجودة شوف بقى الصفحة بتتعامل ازاي اول تاج basic نتعرف عليه html كده خايني بقولي لبراوزر ايه؟ انت جاي لك html طب مش في الجافة كلها بنعمل system to auto print line ونحط semi column عشان نقولي ان الامر انتهى؟ لا هنا بحط ايه؟ slash html slash عشكده ايه؟ 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 طب جوة جوة بنحط التاج رقم اثنين وهو تاج برضه basic اللي هو مين؟ ال body وهنا جوة هنا اقوله slash body slash 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 body وبعدين احفظ save وخير الامتداد تخليه Ftml Ftml اهو كده تتحول بقى ايه؟ بقى براوزر اه؟ افتح بصرحة فاضية ليه؟ لانه انت مش كاتب content نكتب content بقى ازاي؟ بصوا معي هجيبها بقى ايه؟ واقول له ايه؟ open words note that افتحها بالايه بالنوت that ويقول له اوكي بس كده ونكتب هنا باكو ايه؟ content اول حاجة عايزك تشوفها ايه؟ تاج بيقول عليه ايه؟ paragraph تاج بيقول عليه ايه؟ براوزر ايه؟ احنا بناخد مبادئ html عشان احنا الكوب بتاعنا هيبقى html هيتحول وهنشوف هيتحول زي الكلام ده كله وصلت الفكرة هيبقى html يعني على الاقل تبقى عربك المبادئ بتاعي وصلت الفكرة طيب وبعدين براوزر ايه؟ براوزر ايه؟ ايه براوزر ايه؟ هقول له welcome my client slash b احفظ وعمل refresh يكتب الكلام ويصير سطر يكتب الكلام ويصير ايه؟ سطر طبعا لو رحت كتبته من غير براوزر ايه؟ احفظ ctrl s وقول له هنا refresh هايقول له ثم هو كتب ايه؟ هقول لك براوزر بس وص احفظ ctrl s واعمل هنا refresh ايه؟ كتب الكلام ضمن بعضه يبقى ده يكتب ويصير سطر لكن لو كتبت الكلام هيتكتب ضمن بعضه طبعا ايه فريد عايز يكتب ويصير سطر فيه تاب اسمه pr يعمل ايه؟ يسيب سطر ايه احفظ وقول له هنا refresh ايه وصلت يا شباب طيب يا انا بس انا عايز اخلي الكلام بتاعي bold ايه b bold slash bold ايه ايه واحد يقول لي هو ال br ما ليش slash br اقول لك لا ما بيتقفلش اقول له سيه شايف اقول له هنا refresh بقى بلدة طب عايز اخلي دول italic فيه تاج اسمه i slash i احفظ وقول له هنا refresh ايه بقى بقى ثالك فيه تاج اسمه u underline اهو يخلي ده u slash u بقى ثالك احفظ وقول له refresh ايه حق لك ايه خط بس احكي هنا vr عشان يسيب سطح معا يا شباب ايه واحد يقول له خبرا عايزه يعني عايز الكلام يبقى ايه bold و underline يبقى هنا ايه هنا u ومعا هنا اقول له i ومعا هنا اقول له b حط بالترتيب اللي يعجبك لسه لما تقفل اخر واحد انت فتحته هو اول واحد بيتقفل ايهو بي وبعد كده i اهو هنا slash وهنا slash احفظ وقول له هنا refresh اهو وصلت للفكرة طب لو عايز يتحكم في الخط سيب سطح اهو هجلت هج اسمه ايه font الفونت ده يعمل ايه هقول له مثلا اه التاج بياخد حق اسمها attribute مش المثل مثلا المثل المثل اللي بنيضيها مثلا parameters عشان تشتغل بيها التاج بنيضي له حاجة اسمها attribute يعني ايه اقول له color بيساوي لو سمحت التاج يا font ايوا خليلي color ده ما بقوله attribute لهذا التاج خليلي color red وحدي يقول لي ايه قبل red نحطها بين double quotation ولا single quotation ولا مالاش خالص بصرا سيدي انت تحوره نحطها بين double single ماشي لكن هنتعود ان شاء الله اللي هو يحطها بين double quotation double a quotation طيب وبعدين هقول له size حجمه بيساوي عشرة عشرة ايه عشرة بيكسل طيب وفل slash font وتقول له هنا welcome my client welcome my client او اقول له save او welcome my ايه my client ايه وصلت هي فكرة شباب ها في ايه مشكلة قبله عايز اسيب بي ار يعني عايز ايه مش اسيب حط لا ارسم خط يعني عايز يعمل لي ايه خط افق كده اقول له ايه اقول له ايه اقول له ايه اقول له ايه horizontal line ايوة واقول له مثلا ايه الحجر size بيساوي ممكن هتدهوله في البيكسل او اقول له مثلا بيساوي 50% ايه الفرق بيكسل ايوة مهما زاد حجم الصفحة ومهما كبر معايا هياخد برضو 20 بيكسل اما 50% من حجم الصفحة فلو كبرت ياخد 50% لو صغرت يبقى برضو ايه 50% فببقى متناسب مع حجم الصفحة اقول له save اقول له هنا refresh ياخد 50% لا انا اسف حجمه حجمه الصفحة سمكه هيبقى بايه السمكه هيبقى بايه السمكه هيبقى بايه لا لا كده كبير اوه اقول له عشق اعمل save اقول له refresh اوه السمكة بتاعه اوه السمكة بتاعه لونه ايه لونه احمر color ميساوي red اهو 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 بيساوي ايه بقى 50% 50% من عرض الصفحة مانشكه يا شباب اوه وصل اوه مهما كبير ومهما صغر الصفحة تكون 50% 50% طيب ايه كمان فيه مثلا image فيه ثاني اسم ايها image image اميج دي مثلا ممكن نختار صورة نختار ايه صورة ايه ايه حق اي صورة تعجيبك ايه ناجي تسميها بسلا اي حاجة x شوف هقول له image ايه بقى هه من ايه يعني مصار الصورة هقول له ايه هقول له src السورس بيساوي x.jpg طيب وبعدين ايه ايه ها ويدز العرض بتاعها ها ويدز بيساوي كام بيساوي مثلا انت عايزه بيساوي مثلا متين طيب وارتفاعها بيساوي كام بيساوي كام بيخليها مثلا اي حاجة بيخليها 300 100 واصل اعمل فينا save واعمل هنا refresh اهي في بال ايه الاطار بتاعها شوفي حاسمها ايه بيساوي بيساوي واحد خليها كامل اهو شايف اهو اتنين 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 فكسل اهي شايف يحطوا لها اطار كده مش عايزوا بقشيله ممكن انا اعمل ايه بص ممكن فيه حاجة اسمها order list اهيه اهو ol slash ol واقول له هنا ol slash li ol order list li list element اقول له ابراهيم علي اخدها القربة شد اهو اهو ايه order list بتعمل ايه هتشوفها دلوقت اهو save وقلينا كده اهو يبقى list بتحط فيها element اهو list ايه list item list item اهو يعمل ايه بص بص اهو ابراهيم ابراهيم شايف يرقمهم واحد اثنين ايه ثلاث وصلت الفكرة بص لو انا مثلا اعمل صفحة ثانية اهو يعني اعمل صفحة ثانية اهو مثلا ايه second page ماشي ماشي وناخد فيها code عشان بس ما نكتوبش الكلام ثاني اهو بس عشان بس ايه نفرقها عن الصفحة الاولانية هشيل الصورة وهشيل order list واقول له سيه ماشي اهو ايه انا كده عملت الصفحة ثانية صفحة ثانية برضه هروح اغير الامتداد اخلي ايها hd m m طيب عايز اعمل ايه عايز اعمل لينك في الصفحة الاولانية ده لينك اضهط عليها يفتح الصفحة الثانية دي حبي بقوله عليها ايه hyperlink ايه اختصار ايه href ودي له اسم الصفحة اسمها ايه بقها اسمها ايه second hd m ايه ودي له go to second page slash ايه واحفظ وقول له هده reflash ايه 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 مكتوب عليها go to second page ايه اضغط عليها يفتح لك الصفحة الثانية ايه وصلت الفكرة يا شباب ده بقوله عليها ايه الhyperlink طيب ده ممكن يستخدم على شاي نادي على صفحة ثانية صح؟ لا انا ممكن كمان ايه اخليه نادي على حاجة في الصفحة بمعنى انا عاية هنا هوا هقول له ايه مثلا ايه اسمها مثلا top هسميها ايه top بس كده وارجع اقول له slash ايه كده كإن عملت ايه عملت نقطة في الصفحة فوق نقطة ماشي كده طيب عايز اعمل ايه تحت اعمل link اهو اهي بس اقول له go to top عارف انت في بعض المواقع يقولك ايه go to top بحيس لما تضغط عليها تضغط عليها يقوم مطلعك فوق على فوق في اول الصفحة فوق ماشي كده بس اقوله له ازاي بص هقول له ايه 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 احط له ايه شباكة اهو و اقول له اروح لي ايه للطب ده اهو بس كده احفظ save اقول له refresh بص هنزل او اضغط عليها بص انا اهو اقول له ايه go to top اضغط عليها يقوم مطلع لفوق واصل دي بقوله عليها internal link يعني ايه internal link يعني ايه يعني بيروح لlink جوه الايه جوه الصح طيب الباضي برضو من احد التاجات اللي له ايه اللي له attribute ممكن اقول له بي جي color يقول له الخلفية خليها لي رد احمر احفظ وقول له refresh احفظ وقول له ايه refresh ايه الخلفية بقت ايه ها احمر اه طبعا عندي حاجة ايه من حاجة ترجع لها ماشي تختار بقى اللون الايه اللون المناسب ماشي كده طيب واحد يقول لي اقول تاني اهو انا المفروض اعرف احترف HTML هقول له لا انت المفروض ما تحترفش HTML ناك انت web developer في واحد اسمه web designer هو اللي المفروض يبقى محترف HTML موضوع web developer والweb designer والفرق بينهم ده لسه هشرح ان شاء الله في الفيديو اللي جاي طيب في حاجة كمان اسمها web site وفي حاجة اسمها web application ايه الفرق بينهم ده اللي احنا هنعرفه برضو المرة اللي جاي بس فيه جوزئية لازم تشرح وبعد كده ايه وبعد كده نوضح بقى الفرقات دي وصلت الفكرة بس خليك ماشي معايا خطوة بايه بخطوة وتابع الفيديو الفيديوهات بقى اللي نازلة بإذن الله ماشي كده طيب فيه كمان فيه برضو حاجة اسمها المرتوي عانت تشغيل في الاخبار او ماشي كده وانا اقول له ايه وانا اقول له مثلا البيهيفيوه هي ساوي سكرول وقول له هنا ايه مثلا سلاش مرتوي اه وصلت في فكرة وقول له هنا مثلا ابراهيم الاداح وصلت في فكرة او ماشي بص 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 اي حسن اقول له save اهو بص 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 اقول له بقى ايه refresh بص 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 مراهيم الاداح ايه ايه سكرول يعد يتحرره يخرج وينجع تاني وصل في بقى ايه فيه اشكال للحرقة زي ايه فيه سكرول وفيه سلايت في ايه سلايت اللي هو يخبط ويرجع ماشي كده وفيه حاجة اسمها الالترنت يقدر انت بقى ايه تجربهم اللي هو يوصل للاخر ويقف ماشي يا جماعة واحد يقول له ايه ان شاء الله هنتعرف عليه بداية من الفيديو اللي ايه من الفيديو اللي جاي وفيه بعض انتجات كمان هنكمل شكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة